رامي جبر مراسل القاهرة من واشنطن معنا تعليقا على هذه الأنباء رامي الأنباء التي تحدثت عن هذا الاتصال الهاتفي الذي جمع لايد أسطن مع نظيره الإسرائيلي الذي تفقمنا بإقراره في أن الحديث عن إدخال مزيد من المساعدات مع شكر الدول التي ساعدت في إقرار هذه الهنة مع استدامة دخول المساعدات في حديث مكرر لمرتين هل هذا هو متن كل ما جاء في هذا الحديث؟ وهل هذا الحديث كان يستدعي أن يتصل وزير الدفاع في الولايات المتحدة بوزير الدفاع في إسرائيل الحديث عن هذا؟ مرحبا تامر بالفعل هذا ما تفعله الولايات المتحدة دائما هناك اتفاق هدنة الآن يجري في الأجوى نحن الآن اقتربنا من الانتهاء أو انتهينا بالفعل من اليوم الثاني وسنستقبل اليوم الثالث من هذه الهدنة الولايات المتحدة تتابع كل خطوة تحدث من خلال جميع مسؤوليها بدءا من الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أجرى أيضا عدة اتصالات اليوم مرورا بوزير الدفاع لويد أوستن في هذا الاتصال مع يواف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي وأيضا وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بنينكن الجميع يتواصلون مع نظرائهم في المنطقة سواء في إسرائيل أو في الدول الإقليمية المشاركة في هذه الهدنة أو التي لها دور في هذا الصراع أو لها دور في حل هذه الأزمة هذه هي قنوات التواصل التي تحافظ عليها الولايات المتحدة باستمرار ودائما دائما ما تجد أنها تؤكد في كل هذه الاتصالات الأجندة الأمريكية لحل هذه الأزمة الآن الأجندة الأمريكية لحل هذه الأزمة تقوم على عدة أعمدة العمود الأول هو مسألة تحرير الرهائن أو تحرير المحتجزين لدى حركة حماس ومحاولة زيادة هذا العدد إلى أقصى ما يمكن وكي يحدث ذلك هناك أيضا تفكير أمريكي في إمكانية تمديد الهدنة وهذا ما عبر عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما تحدث في اليوم الأول من هذه الهدنة العمود الآخر أيضا والمهم جدا الآن بالنسبة لولايات المتحدة هو دخول المساعدات الإنسانية ويجري كذلك التأكيد على زيادة دخول المساعدات الإنسانية وأن العدد الحالي لا يكفي وأن المدنيين في غزة يحتاجون عددا أكبر ولا بد أن تسهم إسرائيل في عملية تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ولا تضع العصى في العجلة لأن هناك دول أخرى توجهت لها الولايات المتحدة بالشكر مثل مصر على سبيل المثال نظرا للجهد الذي تقوم به في إدخال المساعدات الإنسانية وزيادة وطيرتها وتحديدا إدخال الوقود هذه ربما هي الأجندة الأمريكية التي دائما ما يتحدث أي مسؤول أمريكي مع أي نظير آخر في دولة أخرى دائما ما يؤكدها وهي هذه النقاط الرئيسية والنقطة ربما الأخيرة والتي تخص تحديدا وزراء الدفاع أقصد هنا لويد أوستن ويوف جالنت هي مسألة قصر الصراع على غزة وأن لا يتسع هذا الصراع ليشمل أماكن أخرى لأن الولايات المتحدة أو أطراف أخرى عفوا لأن الولايات المتحدة لديها مخاوف كبيرة أن تشارك بعض الأطراف الإقليمية سواء كانت جماعات أو دول في هذا الصراع وأن هناك تهديدات كثيرة تأتي أحيانا من الحوثيين في اليمن تأتي أحيانا من حزب الله تأتي من بعض الجماعات في العراق والتي تنظر إليها الولايات المتحدة جميعا على أنها وكلاء إيران في المنطقة لذلك هي تخشى أن يتسع هذا الصراع ولا تريد أي مواجهة مع إيران في الوقت الراهن وقد عبرت عن ذلك على لسان مسؤوليها ولكنها أيضا في نفس الوقت حذرت من دخول أي أطراف أخرى في هذا الصراع مستغلة الظروف الحالية ومحاولة مهاجمة إسرائيل أو محاولة مهاجمة المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وهل هناك حديث عن أفق الحل النهائي لهذه الأزمة لأن حصر الطلبات الأمريكية أو ما أطلقت عليه أعمدة السياسة الخارجية الأمريكية بالطبع المرتبطة بما دار في غزة وما قد يدور في غزة هو الإفراج عن المحتجزين مع دخول المساعدات أيا كانت شرطية ذلك من ذاك ولكن الحديث عن إقامة حل الدولتين أين هو في التصريحات الأمريكية موجود بالفعل تامر يعني بالأمس عندما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه في اليوم الأول من هذه الهدنة عندما توجه بالشكر لجميع الأطراف التي شاركت في إنجاح هذه الهدنة مثل مصر وقطر وحتى توجه بالشكر أيضا لإسرائيل تحدث عن مسألة حل الدولتين ربما بايدن في هذا الخطاب بالذات إذا ما اقتطعناه من كل السياقات السابقة ومن كل الخطابات السابقة سنجد أنه إجمال وملخص للسياسة الأمريكية تجاه هذه الأزمة بدأ أولا بالحديث عن الهدنة ثم بدأ بالحديث عن خروج المزيد من المحتجزين دخول مزيد من المساعدات الإنسانية ثم انتقل إلى التذكرة بما فعلته حماس في اليوم الأول من هذه الأزمة في السابع من أكتوبر وهذا موقف أمريكي ثابت ثم ذهب بعد ذلك إلى مسألة الدعم الإسرائيلي الكامل في عمليتها العسكرية ثم بعد ذلك انتقل إلى مستقبل غزة ما بعد الحرب وحل الدولتين والحديث عن أن من الأفضل أن يتخذ الفلسطينيون هذا القرار حول من يحكم غزة وأنه جدد رفضه مرة أخرى أن تكون حماس موجودة في الصورة في مرحلة غزة ما بعد الحرب كما جدد رفضه أيضا أو بالأقدر تحذيره إلى إسرائيل بأن لا تقدم على احتلال غزة بعد هذه الحرب لأنها ستكون خطوة خاطئة جدا بالنسبة للإسرائيليين وفضل أن يكون هناك فترة انتقالية بسيطة مثل جهة دولية أو مجموعة دولية تدير قطاع غزة أو أممية تدير قطاع غزة بشكل مؤقت حتى تنتقل السيادة عليه بعد ذلك إلى سلطة فلسطينية أو السلطة الفلسطينية بمعنى أن يكون هناك طرف فلسطيني يدير قطاع غزة وقد يكون هذا الطرف في نفس الوقت هو السلطة الفلسطينية الحالية الموجودة في رامالله وتحكم قطاع غزة مع رامالله تحدث في الحقيقة في معرض إجابته أيضا على الأسئلة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن هذه التصورات كما سبق وتحدث عنها قبل ذلك كما تحدث عنها أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وكل ذلك في النهاية يأتي داخل الإطار الأكبر وهو مسألة حل الدولتين فيما بعد هذه الحرب ولكن التفكير الأمريكي الآن منصب على محاولة إنجاح هذه الهدنة واليوم كان هناك مكالمات واتصالات هاتفية وتدخلات كثيرة وقلق في الولايات المتحدة خوفا من أن يحدث نقوص في اليوم الثاني للهدنة وحدثت بعض المحادثات الهاتفية حتى اطمأنت أن الأمور تسير على ما يرام بفضل الجهود المصرية القطرية والتدخل لحل هذا الإشكال الذي حدث في منتصف اليوم والأمل في أن تتجدد هذه الهدنة أو يتم تمديدها إلى أيام أخرى حتى يتم إخراج المزيد من المحتجزين وحتى إن لم يحدث ذلك فإن التجربة أثبتت حتى الآن نجاحها وأنه يمكن تكرارها مستقبلا ويكون هناك هدى أخرى أيضا متقطعة ولعدة أيام يخرج فيها عدد أكبر من المحتجزين داخل غزة كما يتدخل فيها مزيد من المساعدات الإنسانية والوقود إلى المدنيين في غزة اشتركوا في القناة